أرجوك أجبت البيسي من الهندر يبقى وعود للويندوز على خطر الش الويندوز الذي كان فيه قديم بزيف وما حبش يقرأ لي واحد البروغرام هذا البروغرام ضفنا عرفوه شنو هو وفي الفلوغ اليوم رح نحكو شوية هوايان تاعي ولي هي كانت سطول باش ادخلت في اليوتيوب تبقى معنا والفلوغ بين سير مش رح نكمله هنائيا لخطر شمال قريتو الجورة وشباب اليوم الله يبارك بصح الحالة ماشي امينة بزيف ريحوا في داركم خوتي واتزموا بالإجراءات الوقائية كما رأيكم تشوفون اخرجت شوية بكري رات جبتو بفيه وجيد اخرجت بكري باش نتفادع شوية الغاشي على خاطر شدوركم على العشرة ومع التسعة ونصف ولو كاين بزاف الغاشي نكمله هدع سلام عليكم اخواتي ان شاء الله كاملتكم وبالف خير ومرحبا بكم في فلوغ جديد عنا بزاف مدرناشة فلوغ لازم نكثروا منهم في الفترة الجاية ولا وش رايكم ليسونسيال اليوم رح نحكيكم على اكثر حاجة ولا اكثر مجال نحبو في هذا الدنيا هده الماجال هو الافلواج ميكين ولا صناعة الافلام ولا الفيديوهات وغيرهم وهده المجال احبوه من الي يكنت صغير يعني مش جديد علي نقول لكم متعلق بالوقت اها التغلق بالقل المجال ما الوقت اللي خرج رقيه فيه التلفونات الي فيهوم كاميرا في هاذا عن الوقت كل من صب تلفونات فيه كاميرا نعطيه ونبده ندير تصور reef فيديوهاتh كونفي اي اخذ اجي في طريق المجال نصورها حتى جعل الوقت الي شرت فيه اول تلفومات الي فيه كاميرا وهذاك تليفون كان نورمال مو نوكيا وعقيلة ما زال عندي سبرتشو دقيقة فوالا هذا هو التليفون اللي خلاني نحب هذا المجال اكثر نوكيا سيديس كان حاجة اسطورية بالنسبالية في هذاك الوقت خاصة هذا الكاميرا 3 ميجا تيكسل وشكل التأتف فهب لما نساوه ولم يمورتع هذا التليفون كان التوجور فل توجور مع مرة من قوة اللي كنت تصور به بزيف اذا ما يشعل لا لا يمكن واغلبية صحابي اللي رام يشوف في ذا الفيديو لاحظوا علي هذا الشي على خطرش كل من رحوا الكاش بلاسة من ولا من ننهبلهم بتصور ايرحوا مننا صوروه ايرحوا مننا صوروه وسبحان الله صحابي واحد ومشي مهتم بهذا المجال مكاش كامل اللي يمش معايا فالخط فيهم تحبوا تشوف عينا متصوروا اللي صورتهم ان شاء الله عجبوكم من الواضح انو الحاجة اللي نحب نصورها كثر هي المناظر الطبيعية والورد لماذا نحب نصور هذا اللي حفايس اكثر؟ على خطرش كي نجي راح نصورهم ننظر ليهم من بزاف زوايا ونخير الزاوية المناسبة باش نصورهم والحاجة كي تشوفها من بزاف زوايا مشي كي تشوفها غير هكاية من البعيد كي تشوفها من بزاف زوايا تشوف الجمال الحقيقي نتاحها وبالك نشارك من هذا التصور شوية في لابج فيسبوك او انستجرام لا تنسوش تتابعوني فيهم روابط كامل سيبوهم في صندوق الوصف كنت نحب نصور بزاف كما رأيكم تشوفوه بس احجامي اخذيت هذا المجال كشهول على محمل الجد كما يقولوا على خطرش كنت دايما لاتي بالقراية و بالخدمة و كامل بصح في هذا العام قررت نغوص في هذا المجال اكثر على خطرش معني اش حب تخلاص عليها نخدم فيك اش خدمة ما نحبه اش حاكم فاهميني وهذا الحاجة كانت ولا تزال دفع قويلية باش بدي تنذير فيديوهات اليوتيوب هكا نقدر نشارك المعارف البسيطة انتاعي والمتواضعة معاكم على امل انكم تقدروا تسعدوا منهم في حاجات واحدة اخرين كما التنمية البشرية و تطوير الذات لا تنسوش تدير وجامو و تشتركو في القناة المالة و من جيهة واحدة اخرى نمارس الحاجة اللي نحبها و نسترح فيها نحضر للفيديوهات نسجلهم ندلهم اديتين ولازم كامل تديرو هكاية في حياتكم لازم كامل تخصوا وقت ولو صغير تمرسوا فيه الحاجة اللي تحبوها هذهيه ناصيحة اللي لازم تغضوها من هذا الفيديو على خاطر يتمارس الحاجة اللي تحبها تخليك تبعد على ضغوطات تاع الحياة ولا العمل نتاعك ولا القرية نتاعها كله اعطي لنفسك هذه الساعة يوميا ولازوجة سوايع سيتبداع فيهم و دير الحاجة اللي تحبها على خاطر part اش كتدير الحاجة اللي تحبها وبينسرح تبدأ فيها وكي ندخل أكثر في هذا المجال طلعت Adobe Premiere في PC ولكن صح لم أقرح لي PC قلل بلي ويندوز تاعك كانت فيه 32 بيت واليوم عاوتت له كما عاوتت له ويندوز ديس 64 بيت ومام هكاك لم أقرح لي يجب لي ربي البروبلام فيه هذك الفيرسيون تاع Adobe لا أعرف هذه النقطة نخلوها للفيديوهات الجاي إن شاء الله نشرح لكم عليها أكثر ونشرح لكم شيء على هذا PC لا تنسوش تدير وجام وتشتركوا في القناة لكي يصلكم كل فيديو جديد وبما أن وصلت لهذه النقطة أخوتي لازم تشتركوا يعني مفيهاش وفعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد ثان وقولوا لي إذا حابين ندل لكم أكثر من هذا النوع من الفيديوهات وضركوا شوية في شاشات النهاية يخرجوكم زوج فيديوهات هنا اليوتيوب يتوقع أنهم يعجبوكم لا تنسوش تشوفوهم وشكراً لخوتي على المشاهدة نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام ظاهرت تحديد هذي حاجة ما كشفت إلي فند تتهى هذا الوقت بووووووووم تشش ومبش ومبش ومبش